عاشور شللول لم يعتمد دعونا نرى القائمة مجموعة من الذي يحركم عاشور شللول الذي هو اليد القادرة تعجب بارم هنا في منطقة القبح رئيس البلدية نايب العام الولي دومي جيلالي دومي جيلالي هذا يقضي أغلب الوقت في الوروليفير في الفندق مع عاشور وطبعا بكل تعال في ليلة وليلة هذه ومرتاح وأكما عارفين ما يعني ذلك وليس غير هو في الحقيقة حتى النايب العام حتى الشيف سيكتر حتى بعض ضباط المخابرات مسؤول المخابرات في الولايات تيزي والزو كل ما يسمى بسلطات محلية المركز الرئيسي ينتاحهم للعبث لللهو للشطيح والرديح والسكرات وما وراء السكرات وما وراءها من مخدرات وأشياء أخرى هو الولولي بير اللي قلتكم يقع خارج مدينة وزو وزو في ضواحيا في منطقة جميلة ميزانية البلدية تعتيزي والزو أكثر من مئة مليار تصرف في كل العبث موج برك نهب المال عملية التحرش منتشرة بشكل رهيب قبل خمس أيام فقط فيها سيدة مش رح نذكر اسمها ولا خلينا نذكر الاسم الأول فقط اسمها آسيا آسيا كذا رح نحبس الاسم مارك بشمن حاولت نترمي نفسها هذه نهارل وفندو قبل خمس أيام فقط نترمي نفسها من طابق الثالث بش تنتحر لأن فيه مسؤول كبير داخل البلدية يتحرش بها هذه مش أول وحدة مش ثاني وحدة مش ثالث وحدة عشرات الحالات طبعا كاين اللي مساكن خلاص يخطعون ويسقطوا وكذا بش تبقى لها الوظيفة يبقى لها الصالر كاش ما تدبر حاجة وكاين اللي يرفضوا وخلاقهم ما تسمح لهم مش عائلتهم ما تسمح لهم إلى آخره كاين بعض الناس يحسبوا ومنطقة القبال الأمور منحلة لا 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 خاصة في التشر في الراهل اللي هم محافظة هناك ربما كثير من كثير من مدى الجزيرة خاصة داخل التشر والبلدية الصغار والناس محافظين جدا جدا كاين عزاكم الله حتى البيدوفيليا كاين مسؤولين في البلدية منتخبين زعمها وموجودين في تاتيزيوز بعضهم متهم بالبيدوفيليا يعني دائر له ملفات المخابرات باش تمشيهم منتاع ببيدوفيليا أشياء فضيئة فضيئة أمامي هنا حاجات فضيئة يعني مثلا من بيننا نحن نذكر واحد الاسم واحد اسمه أتلي أقني يعطينه شركة تبع البلدية يسموها اي بي كودام اي بي كودام هذه الميزانية تحت 40 مليار سيد لم يكن لديه شهادة الابتدائي يعني أمي بكل بأي لغة بأي مستوى يعطين له هذه الشركة لماذا؟ لازم تتقرب لازم تمدرشاوي لازم كذا في الحقيقة هذا لا يحدث في تيزيوزو فقط يحدث في كثير من الأماكن لكن في تيزيوزو الأمور أكثر عمق وأكثر فساد والهدف أعمق لأنه هو نوتراليزي هذا المنطقة باش ما توليش ربال ضد النظام المتحكم في الجزائرين ككل واستخدام الكادياس ولاد المنطقة اللي يعرفوها مليح باش يكسروا المنطقة يكسرواها نهائيا يكسروا مثلا هذا عشرة قلت لكم هناك السور الخامر فيها لا يوجد كثير من الجزائر هذا ليس شريف إشراف شامل على المنطقة في تيزيوزو يجب أن يقلق على كابيلي لكن أنا متأكد أن تيزيوزو و سنزل الآن إلى ولايات أخرى الخمر المخدرات العلاه لأن هذا الحويش تكسر الناس في النهاية تكسر العائلات تكسر الأخلاق يكسروا كل شيء من بين الأسماء أيضا كأنها أمثلة كثيرة كعين ثاني بلدية مثلا يحدمي ساحة 11 هكتار رئيس البلد يعطيها للوالي البلدية تأتي زيوزو بالصحة سيرفيس سيرفيس أقدم لي هنا خدمات أنا أقدم لك خدماتي يعني منطقة موبوئة بالعنف بالرشاوي بالمخدرات بالفساد بنهب المال بنهب العقارات بنهب الأراضي بشكل فضيع فضيع وكما قلت كان من بين الأهداف لكي هذه الأمور تنتشر وتتوسع لابد السيطرة على الجيسك لابد أهم شيء يستخدمه أهل المنطقة خاصة الشباب هو أنهم يستخدمون للشان يستخدمون الأغاني يستخدمون 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 مع النظام كلكم تتذكرون قبل الحركة بشوية نظر أن كان في 2018 إذا ذكرتي جيدة كان كان ماتش ما بين جيسكا وبالعباس أنا ما زلت ما تذكر الماتش لكن سيد برك التوقيت كان في 2018 وكان قبله شوية الجيهة للسيبورتور تزيوزو كان 31 ألف سنك جوية ورحوا يحيثا ما زعمها كانت في فنال كان كانت في فنال تعلقوه باعتمال كبير كانت في فنال كانت في فنال كان يحيثا ما زعمها كان يفتخر وهو اللي يمد الكاس وقبل لكي يسلم على الجوور كانت شعارات خرجت شعارات بذيئة ولكنها شديدة القبح ولكنها شديدة التعبير ضد او يحيثا يعني كل مبلغة تعتبر الشارع بذيئة نحن ما لم يقبولة عند الناس ولكن كانت تعبير عن غضبهم من نظام وما يمثل او يحيى كأحد أبرز الكادياس وأبشى الكادياس لعرفاته المنطقة لكن ليس هو وحده بعد عندما يأتي جبار مهنة الناس تنسى او يحيى ذلك مما ي Sharman إذن ما التلصر łby موبيلس يسره المال كما تحب employee ينبقى يحيى ذهم الناس هم يستطيع ينبع الشر يحيى يحيى عن rumble تحرك في حديرات الوالي رئيس البلدية رئيس السكتر البركيرر الجنرال البرزيداند لاكور البرزيداند التربينال هذا وقع تحت عشور لانهم يعرفوا علاقته بجبار مهنة يرحشوا منه وكثير منهم وكثير منهم يطلب منهم يديروا هو وغانوا على سبيل المثال وجبار مهنة يقضي تقريبا إلى مش مرة في الأسبوع على الأقل مرتين في الشهر يقضي أيام يوم يومين ليلة في الفندق والناس ربما حتى اللي يرحوا للفندق كانوا شافوه تماما عدة مرات طبعا يجي كملك غير متوج يعني رواء وثم الكل تحت بما فيهم هذا لأنه ليصنع لهم هذه القوة وهذا النفوذ في دولة الماخية في دولة المخابرات الإرهابية إذن سوفكم تشوفوا المنطقة ليس هي فقط جزائر كلها رهي نوتراليزي حراك نوتراليزي الناس في السجون القمع القهر ولكن نشر الفساد يتعمم ويتساعد والهدف الرئيسي أن لا تقوم قائمة لهذه المنطقة في المستقبل خاصة رماشين الانتخابات الدمي الفندقات مش حابين حابين في الدمي الفندقات ما تخرش الناس تعارض ولا تحرك صناديق الانتخاب ولا كمسارات من قبل ما تخرش الناس تدير الحركة ما تخرش الناس تقول دولة مدانية مش عسكرية ما يخرجوش بكاش دركاء انتهت القضية هنا خلل نشوف بعض الأسامير ربما أيضا رمضان عبد النوري مدعو فاتح هذه مبين الأسامير سوف نذكر بك الأسامير السرية شكون كائن ثاني كائن كامال يحي سوفيان بومغار هذا سوفيان بومغار واحد هذا سوفيان بومغار عايش في فرنسا بصح نائب وانتخب ويأخذ صاريرتاعه وكل من تيزي وزو بلدية تيزي وزو كمس مشكلة والإزافار وكذا ما بين فرنسا و تيزي وزو و الى آخرين أسماء كثيرة على كل حال يعني نحتفظ سوف نتكلم على جزء منهم فقط الآن و كيف تتيم كلها طبعا المدارع التنفيذيين اللي ازلتوريزاسي وكما قلنا انت تبارن ولا تعلي ديبو عشور شلول وصل يدخل في تعينات انت ضباط في السكتور انت ضباط على شوندرميري انت ضباط على بوليس جديسيا في الكوميسارية ما كانش واحد اذا ما اعطاهش موافقة موافقة مش شرط بالكاشي يعني لا يعترض عليه يقولوا الوامر احين يعينوكم ومسر الفلاني يقول هذا يعني يضربوا عليه اه اوكي هذا التوانا يجيبوه ما كانش مشكلة واحد ما يعرفوش واحد ممكن انضيف واحد عشور شلول هو الى دي سي دي المصير تاع يدخل الصف والله والله ما يتعينش والله يتعين وم بعد يطرد والله كان المرات كان المرات يتعينوا وبقاوضين في خدمتهم تدخلوا من الحبس الناس بثاف ما تحبش تذهب على المنطق هذيك الرعب المنطقين مدنيين وعسكرين الرعب عشور شلول إذا كان جبار مهنه هو الملك عشور شلول هو الأمير المشرف والمسيطر جبرم هنا قوات الموحفة أمام الجنيراليت سيطر لهم ونترر لزمن قتل القبائل رعبها دار الحرائق قتل بالناس معين كادا يخلق فتنة رهيبة سيطر لادروك تمشي بسهولة الخمور بلا حدود الفسق والفساد والكبريات بلا حدود والناس تعيش الظلم العظيم والقهر الضع عظيم والسجون والاتهامات بالإرهاب أو بالماك أو بأي شيء أو بأي والرعب حقيقي في المنطقة ككل ويجب أن يستمر هذا الرعب حتى تفوت انتخابات 2024 سواء كان تبون ولا واحد آخر وحتى يجي تبون قبلها لتيزي وزو ويفتتح ما يسمى بملعب تيزي وزو وحتى تبقى الجيسكا ما يكونش فيها واحد مثل ملال بالمناسبة ملال كما قلت تقدروا الاتهامات متعددة وهو الرجل لا يحتاج أصلا لا للمال ولا لأشياء إنما لكي نتراليزوا الجيسكا هذا جزء لكي يعرفوه أيضا الجزائريين مشبر كما أخواننا في منطقة القبائل لكي يعرفوا الجزائريين ما يراد لبلادهم عموما لكي يعرفوا بالحقيقة في كل منطقة من الجزائر المخابرات الإرهابية سيكون دائرة عشور شلول ليس شرط اسمه عشور شلول لكن عنده شبيه هناك واحد مشرف لا هو الوالي لا هو الشف سكتور لا لهذا هو الخارج اللي عندهم هم اللي يقربوا هم سخصو أصحاب التيارت سخصو أصحاب معسكر بالعباس دائمًا كين واحد مرات يديروا زوج يديروا بيناتهم التنافس مرات يكون واحد هو رب الولاية هذه هو اللي يجيب الذباب هو اللي يجيب البلطاجية هو اللي يجيب الفاسدات هو اللي يجيب للقيادة المخابرات وإذا كان قوي جدا والذي يحتاجك تع المخابرات تع الولاية والشيف سيكتور والذي يرعش من نور عيش إذا كانت علاقته مباشرة مع أحد كبار الجنرالات مثل جبار مهنة قد نعود لجبار مهنة في جهة أخرى وفي موضوع آخر ما زال كأنه بدأت أشياء نبدأ نتكلم عليه ربما في كل لايف نجيب له الجزء يعني هاهي برك واش كانوا لا ما رسلهاش المساعد لكننا فوتناها من قبل وهي كيفاش هما كانوا قدموه لأنه سارق نتع السكوار من أنه كذا في وحدة قناوته هذا إجمالا ولكنني قد أعود مرة أخرى أيضا لهذا الملف وتفاصيل أخرى ربما ومع ذكر كثير من الأسماء الأخرى محبش نذكر رقاء الأسماء مراتنا نحب صراحة نحب نقلي فرصة للناس باش تباعد الفساد واش تباعد الإجرام ولذلك ما نذكرش مرات دايما الأسماء لكن إذا تم الناس أصروا على هذا الوضع قنتاهم والوضع نتاهم ما راح نذكرهم لأن نايما شيما بلايم أساسي أنا نديرها مرات لكن مرات نحب نخلي فرصة للناس لا صراحة الهدف نتاعنا أن الناس يرجعوا إلى عقولهم إلى رشدهم إلى فعل الخير إلى الكف عن السرقات وعلى النهب والفساد والإجرام بلاد راه يتكسر الشعب راه يموت بالقنطعة الناس راه يتنتحر بلاد راه يتغرق بكل ما تعني الكلمة هاي صب طحت شوية نطار شوف كيفاش غرقت شكرا للمشاهدة